الناس بتخاف من الموت لأسباب كتير يمكن عشان الموت ده بالنسبة لهم هو النهاية طب تعرف ان الانسان دون عن كتير من مخلوقات ربنا ربنا خلقه عشان يخلد ركز معايا كده انت بتتولد وبتعيش لك 20, 30, 60, 80, 100 سنة وبعد كده بتموت وبحسب كل الايات والاحاديث اللي بتتكلم عن مرحلتنا بعد الموت الكلام ده لو انت مسلم طبعا بتقول ان الانسان بيفقد الاحساس بالزمن مؤقتا طول الفترة دي يعني ممكن يعدي سنة عشرة مية ألف ربنا واحده اللي عارف الايام امتى وبعدها هترجع تصحى تاني وتفتكر انك نمت شوية وصحيب وبعد كده بعد ما تصحى يعني هتعيش حياة طوي معلش ان هتطرقتع هنا عشان اليوتيوب ما بسمحش بيرافع الفيديوهات اللانهائية المدة الله؟ طب ده معنى كده ان الموت مش النهاية ولا حاجة ده مجرد مطبع الطريق اللي بدأ من حياة الانسان الاولى لحد الخلود اللانهائي يبقى اكيد الناس بتخاف من الموت لسبب تاني فيه ناس بتقولك انا خايف اموت هسيب ولادي المين وهيعملوا ايه من بعدي اقولكم خبر حلو انتوا هتموتوا ولادكم هيموتوا ولاد ولادهم هيموتوا ولاد ولاد ولادهم هيموتوا بس مش ده الخبر الحلو الخبر الحلو هو انكم هتتجمعوا تاني بعد البريك القصير ده بإذن الله وتفضلوا مع بعض الى ما لا نهاية من غير فراء ناس تانية بتقولك انا خايف اموت عشان مش مستعدة قبل ربنا او وقت ما موت ساعتها ممكن اكون مش مستعدة قبل ربنا الله طب ما احنا فيها اهو ما تستعد ايه اللي منعت انا عارف انك شوية ماشي صح وشوية غلط بس طول ما فيه روح تقدر ترجع قبل فوقات الاوام او عتكون من الناس اللي بيتبيع كل ده عشان الشوية دول الناس بتبص للعمر على انه عمال يخلص وان كل نفس بيطلع ما بيرجعش تاني وخايفين من الموت كأنه النهاية الحزينة مع انك لو حسبتها صح هتكتشف ان الموت ده هو نقطة انتقالك من سجن الدنيا للحياة النهائية اللي هتجتمع فيها بكل احبابك عيد عن الهموم والابتلاءات والمناغصات والمطع المنقوصة تقلبات الزمن وصدقني مش هتفرق خالص الطريقة اللي هتتنقل بيها من السجن ده للحرية دي اللي هيفرق فعلا هو ايه اللي بعد الموت وده ربنا اعطانا الخيار اننا نختاره بنفسنا ايوه يعني انا كده استفدت ايه يعني اعمل ايه دلوقت بسيطة تلات حاجات واحد الله ولا تشرك به شيئا اتنين لو عندك حقوق للناس ردها واطلب منهم العفو والسماح تلاتة عندك كبائر او زنوب بطلها واطلب من ربنا المغفرة بس كده شفت بسيطة ازاي لو عملت التلات حاجات دول مش هيبقى عندك سبب تخاف من الموت كفاية تعرف انك رايح لللي احن من الام على طفلها وخليك دايما فاكر الحديث ده من احب لقاء الله احب الله لقاءه شكرا شكرا